لبنان كلما قيل ستخمض نيران الفتن فيه اشتدى اوارها وعلى لهيبها وكثرت تلك الفتن واللبنانيون ينتقلون من فتنة الى فتنة ومن محنة الى محنة ومن بلاء الى بلاء والغريب ان الجميع يحسن الظن ويتوقع وينتظر حل المشاكل بينما هي تتفق بدون سبب معروف بدون سبب معروف يعني للعامة للناس تشتعل نيران الفتن حينما اعلنت اعلنت الدولة الانتخابات النيابية كان يظن الناس وطبعا بايحاء من اولياء الامر بايحاء من الزعماء ان كل مشاكل البلد ستحل بعد الانتخابات طبعا نحن في تلك الايام حذرنا ونبهنا لكن الناس مساكين الناس مساكين بعد الانتخابات بدأت المشاكل تتراكم والفتن تتعاظم كنا بتشكيل وزارة انتهينا بتعطيل الوزارة نهائيا اليوم لا حلم في تشكيل الوزارة كل الناس من كبار القوم الى صغارهم يقولون موضوع الوزارة صار في مكان اخر ثم بدأت تتفجر بوجوهنا امور لم نحسب مؤتمر الاقتصادي هو عنوانه اقتصاد ليس له علاقة بالسياسة ليس له علاقة بالمحاور لكنه لانه في لبنان تحول الى فجيعة بدون مبررات والمسؤول لا يسأل لماذا اعطي مبرر ليس بحاجة ان يبرر ما يفعل هددنا وتوعدنا ورفضنا وايدنا والى النهاية بدون مبررات وتحولت هذه المناسبة مناسبة انحقاد هذا المعتبر الى مأساة لبنانية وفضيحة وهذا سيكون له انعكاسات سيئة جدا مش على الساسة هؤلاء السفلة الساسة مرتاحين على المواطن اللبناني على حياة المواطن اللبناني على اقتصاد المواطن اللبناني يستغرب المرأة كيف تيزج بقضية السماحة الامام السيد موسى الصدر بهذه المسألة كيف امكن لهؤلاء ان يزجوا في هذه قضية هنا ليبيا صحيح يعني معمر القذافي طيب معمر القذافي ليس موجود في ليبيا معمر القذافي ذهب الى ربه ما خص ليبيا بهذا الامر حقيقة ليبيا هي وسيد موسى في كفة واحد ليبيا المظلومة ليبيا المقهورة من القذافي وسيد موسى المقهور المظلوم هم واحد يعني الليبيين الموجودين اليوم هم وسيد موسى في صفين واحد إذن ليس لأحدنا الحق ولا بأي وجه من الوجوه أن يستخدم قضية السيد موسى بتوتير العلاقات مع ليبيا اليوم إلا أن واحد أراد أن يعبث لم يجد طريقة للعبث لغرض آخر إلا هذه المسألة أضف إلى مسألة التهديدات وما شابه ذلك طبعا نحن نعرف أن هذا الأمر له أغراض له أغراض يسعى خلفها من فعل هذا من هذه الأغراض الضغط على الأنظمة العربية حتى يعود النظام السوري إليها بالمناسبة الأنظمة العربية بين هلالين أي متى كانت ضد النظام السوري ولا مرة هذه الأنظمة يعني أنظمة الخليج ولا لثانية كانت ضد النظام السوري بل بالعكس من أول الأزمة في سوريا إلى اليوم الأنظمة الخليجية لم تعمل ضد النظام السوري وبالعكس هي اشتغلت ليلة نهارا لخدمة النظام السوري حتى وهي تتظاهر أنها تدعم من يسمى بالمعارضة في سوريا الحقيقة هي كانت تدعم النظام من خلال مجموعة خطوات أدت إلى تمزيق وسحق الشعب السوري واليوم هم تباعا يعلنون العودة إلى النظام يعني انتهت مهمتهم كانوا يتظاهرون بأنهم أعداء للنظام اليوم انتهت هذه المهمة هم يعودون تباعا وسيعودون جميعا إذن ما في شيء اسمه والله نحن نمارس ضغط على العرب حتى يرجعوا إلى النظام السوري لا حقيقة قد نكون واضحين لكن مع هذا لبنان اتفجر أكثر من هذا بدأت الكيانات اللبنانية تمارس نشاطات خارجة عن كل دوائر المألوف والمعلوف والمعروف اجتماع ببكركة بالبطرية الاركية المارونية لأقطاب الموارنة ونواب الموارنة هذا منظر مش منظر دولة تحترم نفسها اجتماع آخر درزي وغدا اجتماع ثالث ورابع وكذا اجتماعات طائفية في بلد يعتبر دولة يعتبر له سلطة وله انظمة وله قوانين وله دساتير وله الى النهاية من الذي يدافع عن عموم الشعب اللبناني من الذي يقف إلى جوار المستضعفين من كل الطوائف اذا كانت كل طائفة تريد ان تحاول شكل نوع من الحماية الذاتية طيب الناس العاديين من لهم ولا احاق ولا احاق يوم اسس يوم اسس اسسوا الفرنسيين بعد الحرب العالمية الاولى وصقوط منطقتنا تحت وطأة الاحتلال والغزو الغربي لبنان وسوريا كانوا من حصة الفرنسيين كل غازي كل محتل بيحاول يستغل نقاط ضعف خصموا ليستثمرها ويستفيد منها الفرنسي اعتبر وجود المسيحيين في لبنان نقطة ارتكاز ممكن يعتمد عليها ليشكل لنفسه راس جسر لتنفيذ سياساته ومقاربه فحاول يبني كيان تقريبا فيك تقول عنه بانه كيان مسيحي ويربطه به يستخدمه لما يريد فشكل لبنان لبنان بادارة مسيحية لكن مع مجيء الحرب العالمية الثانية وسقوط فرنسا واحتلالها يعني امكانيات للفرنسيين سقطت وقدرتهم على الاستثمار ضعفت لبنان هذا اللي تشكل من مجموعة طوائف صغيرة لا تستطيع اي طائفة ان تشكل مناعة لنفسها والكل منهم له حساسيات بقيادة طائفة محددة سمح بتنافس وبصراع كل طائفة تسعى ان تستنجد بما باحد ما لحماية نفسها في الداخل ولخدمة المستثمر كما اعتبروا مثلا على سبيل الفرد كيف ان المسيحيين في لبنان وضعوا انفسهم في خدمة الفرنسيين ليستفيدوا من الفرنسيين في الداخل فهم يأخذون منع ويعطون خدمة السنة ايضا اعتبر انه من حقه ان يفتش عن من يدعمه ويقابله بخدمة يخدم هذا الذي يدعم وهكذا باتت كل طائفة تفتش عن من يدعمها وتخدمه يعني مبادلة خدمات دعم وخدمة وتحول لبنان الى سوق سوق لتبادل الخدمات والدعم الشيعة كانوا اخر الطوائف التي لا تحلم بداعم ولهذا كانوا هم والحقون بالسنة الى ان صارت الثورة في ايران وصار في نظام وصار في دعم فصاروا مثلهم مثل غيرهم ايضا هم يسعون لهذا الاتجاه لبنان هذا اللي جمعت فيه الطوائف بهذه الصيغة وتحت نظام سياسي يعيش على دعم الاخرين وخدمة الاخرين و كانتونات في الداخل قائمة على خدمات وعلى ابتزازات وعلى قواعد احتيال يمكن ان تشبه هذا النظام اشبه هو ليس بنظام بعيد عن النظام هو اشبه بمزبلة مزبلة قاذورات يعني المنطقة والعالم شو عنده قاذورات ويحاول يرموها هنا ونحن نستدرج هذه القاذورات ونمارس طبعا المزبلة شو بيطلع منها المزبلة في واحد حده مزبلة شو بيط مزبلة ماذا تنتج نبتات على المزبلة نبتات مزبلة ديدان روائح كريهة بعود برغش هذا النظام لا ينتج الا هذا النوع لانه قام على اساس مزبلة اغلب اغلب انظمة المنطقة قامت على اساس ان يتولى شأنها جبار مجرم هو يبيع خدمات في مقابل سكوت المجتمعات عنهم هو جبار في بلده جبابرة الشرق الاوسط جبابرة صغار هما اذلة هما عبيد عند الاخرين لكن جبابرة على شعوبهم هذا مبدأ لكن حينما نجحت الصيغة اللبنانية بنظر الغربيين نجحت طيب الصيغة دمرت الشعب اللبناني منعته من الحياة والشيعي متمسك بقيادته والسني متمسك بقيادته والمسيحي متمسك بقيادته حتى هذه القيادات هي من اسوأ ما خلق الله يعني مثلا على سبيل الفرد انظر الى الوضع الشيئي هذا يمحض الشيعة الشيعة يمحضون قيادتهم الدعم والتأييد بالانتخابات وبغير الانتخابات حتى بالقتال لكن ماذا هذه القيادات ماذا تعطيهم ولا شيء بل بالعكس الفوضى الجوع الاهمال تعطيهم الدمار دمار كامل لكن هم يبررون لأفوسهم انه لا نجد الا هذا الطريق لانه اذا لم نقف مع هذه القيادات ربما الطوائف الاخرى تعرضنا للخطر بعد نجاح هذه التجربة بلبنان تجربة بناء دولة على غرار المزبلة الامر كان والغرب اتجه نحو تعميم دولة المزبل بالعراق اليوم احسن دولة مزبلة طوائف وقوميات شكلوا دستور على قياسهم واليوم العراق هو لبنان الثاني بصورة كتير اقضر من لبنان يسعوا الى خلق نظام مشابه بسوريا وما بعرف لوين بدو يتعمم هذا النظام اشم رائحة انهم ولو كان بعيد ربما بعض الدول الكبرى عندنا كذلك يهيأ لها مستقبل لان تكون دولة مزابل احتمال كبير ان يكون العصر القادم المرحلة الجديدة في الشرق الاوسط ان ينتقل الغرب من دكتوريات الحاكم المتجبر الحقير الظالم العبد السيد الى دولة المزابل لان هذه الدولة دولة المزابل ناجحة في لبنان انتاجها انتاجها معروف المزبل الديدان وبرغش وبعوض وروائح كرها وعفون وإلى بدل ان يهتموا بمواطن لبنان اليوم البترول تبعو اللبنان تتناهبه يتناهبه الاخرون في البحر هم لا شأن لهم بهذا بدل ان يهتموا برعاية المواطنين واهتمام فيهم في هذا البرد القارس بل بالعكس اخبارهم تزكم الانوف اخبار قذرة هذا هو المستقبل المتوقع للمنطقة ونحن من خلفهم كثير مننا يصفق ما يجري سواء كان بلقاء بكركي او غيرها علامات متقدمة للفاجعة للبلاء يعني نحن نسرع الخطى نحو اعظم المصائب يعني ليس في ذهن السلطة ابدا ورجالات السلطة ليس في اذهانهم ما يوحي بامكانية ان يفكر ببلدهم لاحظ مثلا بعض الاحيان الانسان بيشرب دخان مثلا يأتي احد ينصحه يقول له هذا ضار يقول الاطباء انه يفعل كذا ويدر كذا ويقول طالما انه بصحة جيدة اذا احسست بخطر اقلع عن الدخان او يقال له بان هذه الممارس تتورث مرض فلان او تضرك بالمكان فلان يقول اذا احسست بخطر اقلع عن بعض الناس نعم طالما هو يظن نفسه في مأمن من الخطر الداهم ربما يتساهل بالممنوعات لكن ان يصل الانسان الى درجة هو يدرك انه في ازمة الخطر في وسط الخطر بل هو قلب الخطر ثم يصر ويكمل طريق هذا امر لا يطاق لبنان اي متى هؤلاء يستفيقون الى ان الوضع الاقتصادي في البلد بات غير قابل للعلاج اي متى يتوقعون ان لا ينهار البلد لا تنهار مؤسساته لا ينهار حتى الموظف لا يجد ما يأكل غدا يعني ممكن يأتي يوم وقد لا يكون بعيد يذهب الموظف الى البنك ليقبض راتبه اخر الشهر يطعم اولاده لا يجد راتب او اذا وجد اوراق مالية قيمتها لا تساوي شيء مثل ما صار بالماضي وقتل صارت وقتل نزلت قيمة الليرة اللبنانية من ثلاث دولارات من ثلاث دولارات لثلاث دولار الى ثلاث تاليف وبذكر بعضهم كان موظفين بالدولة وصل راتب الرجل منهم الى ارباطعشر دولار وعشر دولارات صار راتب بقيمة الدولار عشر وارباطعش وثلاث عشر دولار هذا ليس راتب يعني لا ينفع ولا يغني البلد ينهار وهم مصرون على العبث وعلى اللعب بكل المصائر بكل الاحوال نعم هذا المشهد اللبناني يشجع الغرب ان يحول لبنان الى نموذج للدولة المعاصرة الحاضرة ولدولة المستقبل في الشرق الاوسط ان يحول دول المنطقة الى دول مزابل لانه ناجح بالنسبة لهم ماذا يريدون اكثر من هذا نقتتل ونذبح انفسنا على كل انا اذكر اللبنانيين اذكر اللبنانيين انه تتحملون المسئولية انتم اولا تتحملوها بشكل كامل انت المواطن هذا الزعيم الذي تفتخر بالانتماء اليك بالانتماء اليه هو يحتقرك هو لا يفكر بك ولا لثانية بل يهزأ بك ويسخر وسيأتي اليوم الذي تنطبق عليكم الاية الكريمة وقالوا ربنا ان اطعنا ساداتنا وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلون السبيل هؤلاء السادة والكبراء هؤلاء اضلوكم السبيل في الدنيا وفي الاخرة هؤلاء لا يفكرون بكم ولا لثانية واحدة بالمناسبة الله جل وعلا شأنه يذكر يقول وكذلك جعلنا في كل قرية في كل قرية اكابر مجرميها جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها اكابر المجرمين يعني كبار القادة كبار الاحزاب كبار القوم ليمكروا فيها ما رأيت في حياتي ولا سمعت مكرا كمكر هؤلاء هنا وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون نحن نعول على يقضت الشعوب الشعوب لها يقضات ونحن نسعى ان تستيقظ هذه الشعوب من جملتها يستيقظ اللبنانيون و يكسر قيود الطائفية والمذهبية ويبنو بلدا ناموسه وعنوانه ورأسه العدل نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر